من برلين ينضم إلينا سيد ناصر أجبارة الباحث السياسي أهلا ومرحبا بك سيد ناصر على شاشة الغد في البداية ما الذي يمكن أن تصفر عنه المحادثات بين الغرب وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية بداية نهارك سعيدة أنا أعتقد أن الوصول إلى هذه الطيغة من البحث الموضوع الأوكراني وهو في رأيي أن الروس يكونون قد حققوا انتصار مرحلي إلى أن الكريملين كان منذ البداية يتعى إلى التباحث مع الغرب على أكثر من مستوى وهذا ما سنراه الأسبوع المقبل في جينيف روسيا الولايات المتحدة روسيا ناتو روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا روسيا وأوروبا والهدف الثاني كان دائما الحديث حول كل ملف على حدة وهذا الآن الروس تمكن وأعتقد من تحقيق ذلك الآن ماذا سيجري الأسبوع المقبل في جينيف أنا أعتقد أن المسألة في أساسها ستبقى قائمة لأن الروس مصرون على عدم انضمام أوكرانيا أو دولة جمهورية السابقة والاتحاد الأوروبي لحل شمال الأطلسي ولكن أيضا مصرة بحسب قرار برلماني أوكراني على إقامة على الأقل عشر مناورات عسكرية للناتو على العراضي الأوكرانية في العام الحالي ومن هنا الموقف الغربي مازال مصرا على مطالبه وروسيا أيضا مصرا على مطالبها ولهذا أنا لست متفائلا على الأفضل من نسائج الجولة الأولى من المشاورات المفاوضات سيد ناصر أين بالتحديد تكمن العقبات الكبرى في التوصل إلى اتفاق بين روسيا والغرب هل الأمر بالفعل يتعلق بمسألة الدفاع عن أوكرانيا والتخوفات المثارة حول إمكانية هجوم روسي على أوكرانيا وعبر الحدود مع أوكرانيا أم أن الأمر ربما له حسابات أخرى تخص الغرب وملفات عالقة بين روسيا وواشنطن على سبيل المثال كلا السيناريو هاي الممكن ولكن أنا أعتقد أن المشكلة في أساسها تتعلق بمعارضة روسيا بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو روسيا يقولون أن مخرجات مذكرة بودابيس عام 1994 تنص صراحة على ذلك علما أنهم لا يستطيعون تقديم أي شيء خطي في هذا الموضوع هناك جنتل من أكريمنت فقط بين الروس وبين الولايات المتحدة بعدم ضم أوكرانيا ولكن أيضا الحالة الجورجية أيضا ما زالت يعني الحرب في جورجيا روسيا تحت الخمس العرب الجورجية فيها وهذا حدث في عام 2008 في الأساس أعتقد أن المسألة تتعلق بتوسيع حدود حل شمال الأطلسي شرقا الناتو يقول لا يوجد لدينا أي شيء خطأ أي اتفاق خطي مع الروس يمنعنا من توسيع حدودنا شرقا والروس يعتبرون ذلك خط أحمر هذه هي المشكلة بشكل أساس روسيا ما مدى صحة هذا الطرح للافروف وأيضا من بات يمثل التهديد الحقيقي لمن هل الغرب أم روسيا تهديد الحقيقي تمثل في الوقت الراهن ودعينا نكون برغماتيين في هذا الموضوع هو روسيا روسيا تمثل تهديدا لأوكرانيا ولكن ليس فقط لأوكرانيا دعينا نعود إلى عام 2014 عندما شاهدنا في جزيرة القرن جنود بلا وجوه ومركبات عسكرية بدون أرقاء وتم احتلال هذه الجريدة شبه هذه الجزيرة إذن المسألة تتعلق برغبة روسية في تغيير الحدود وهذه المسألة أخطر شيء قد يحدث في هذا الموضوع أما إن كان الناتو يريد أن يتوسع شرقا لا يوجد أي خط يمنع الناتو من القيام بذلك ولهذا أنا أعتقد أن ما يحدث الآن التهديد هو بشكل واضح وصريح من الجانب الروسي هل نتوقع أي نوع من أنواع التنازلات هل هناك إمكانية لأن يرضى الناتو ويقدم تنازلات لموسكو الذي أكد أكثر من مرة بأن ضم أوكرانيا للناتو لا يعني روسيا تدخل فيه أنا أعود وأرجع دائما إلى النموذج الفنلندي في هذا الموضوع الفنلندي هي عضو في التحدي الأوروبي ولكنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي وأنا ألمت في الحقيقة هنا الرغبة أوروبية تحديدا ألمانية فرنسية في عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الألمان مع الفرنسيين هم الذين يعطلون مصول الجيش الأوكراني على أطلسها متطورة هم الذين يعارضون دائما نضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ولهذا نعتقد أن هذا النموذج قد يناسب أيضا أوكرانيا بحيث قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ذا توفر الشروط لذلك ولكن أن تبقى بعيدة عن حلف شمال الأطلسي ألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي وكما قلنا هناك دولة جارة لروسيا تعتبر نموذجا لهذا الموضوع وهي فنلندا ولكن هذا ينطبق أيضا على جوريا وجمهوريات سابقة أخرى في الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفيتي ولهذا أعتقد أن هذا النموذج قد يناسب الطرفين ولكن هذا يحتاج إلى محادثات مضنية ستبدأ الأسبوع المقبل في جينيف أعتقد أنها كما قلنا قلت في البداية لست متفائلا في البداية لأن الملفات الخلافية في أساتها الخلاف في أساته ما لا موجود ألا تجد أن هذه الأزمة ربما أخذت وقت أكثر من اللازم يعني هناك طرف بالتأكيد هو المسؤول عن تأجيج الصراع بين روسيا والغرب من برأيك؟ يعني أنا بلا أدنى شك يعني هنا روسيا تعطي ذريعة قوية للغرب في ذلك يعني هذه الأزمة مستمرة منذ عام 2008 2008 عندما بادرت روسيا باحتلال أراضي جورجية أبخازيا وإستيسيا الجنوبية وكما قلنا تحتل قمس الأراضي الجورجية ثم استمرت لاحقا مع أوكرانيا تحديدا في عام 2013 عندما تم عزل الرئيسي نوكوفيش المؤيد لروسيا وهربوا إلى روسيا ومن ثم احتلال روسيا بجزيرة القلب قرب 2014 مرورا ب2015 التوقيع اتفاق منس ولاحقا تبقى هذه الأزمة مستمرة لغاية الآن نعم هذا أكبر تهديد يهدد السلام والأمن في أوروبا بشكل عام ولكن أنا أعتقد أن هناك مشكلة هناك مشكلة أوكرانية أنا أعتقد المشكلة الأوكرانية هو الانكسام في المجتمع الأوكراني هناك لدينا غرب أوكرانيا من ناحية الدين هم كياث سليك وأقرب إلى بولندا ولكن هناك شرق وجنوب أوكرانيا أورتوذوكس وأقرب إلى روسيا في هذا الموضوع أنا أعتقد أن المشكلة الأوكرانية هذا الانكسام في أوكرانيا أيضا يلعب دور كبير في هذا الموضوع وهذا يجعل الموضوع أيضا أكثر تعقيدا نعم سيد ناصر إجبارة الباحث السياسي كنت معنا من برلين شكرا جزيلا لك